أكد نائب رئيس المجلس الانتقالية الجنوبية لواء أحمد سعيد بن بريك إنهم مع التحالف من أجل السلام وإنهاء الحرب ولكن بشرط تحقيق مطالبهم باستعادة الدولة الجنوبية وقال بن بريك عبر حسابه على منصة X نحن مع التحالف في تحقيق سلام دائم وإقاف الحرب نهائيا شريطة أن يتم تحقيق مطالب شعبنا في فك الارتباط ويأتي التعليق بن بريك بعد تحريك سعودي من أجل المبادرة جديدة سبق وطرحها بالعام 2021 مع تجديد دعوتها لوفد من المليشي الحوثي لزيارتها والذي وصلها بالأمس عقب وساطة من سلطنة عمان التي رافق وفدها الحوثي إلى الرياضة ترجمة نانسي قنقر